بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أبنائي وبناتي كنا قد انتهينا في الدرس الماضي في باب الممنوع من الصرف في العالمية والعجمة وتحدثنا عن الأسباب التي تجعل العلم ممنوعا من الصرف للعالمية والعجمة وقلنا شرط ذلك أن يكون ذلك العلم في عالمية العجمة قبل أن ينتقل إلى عالمية العربية فإن كان عالما في عالمية العجمة وانتقل إلى عالمية العربية منع من الصرف أما إذا كان ليس من بين الأعلام في عالمية العجمة كما قلنا مثلا في فرند وفي فيروز وفي ديباج واستعملناه أعلاما فهو يصرف كذلك إذا كان ثلاثيا كما قلنا مثلا في كلمة نوح وهود ولوت وما إلى ذلك فإنها تصرف ولا تمنع من الصرف وكما عرفنا أبنائي أن أسماء الأنبياء أسماء الأنبياء تمنع من الصرف إلا محمد وشعيب وصالح ونوح وهود ولوت فكلها هكذا تصرف تعالوا أبنائي نرى صورة أخرى من صور منع العلم من الصرف وهي العلمية ووزن الفعل ما المراد بوزن الفعل نقول هكذا أبنائي ليس كل علم على وزن الفعل ممنوع من الصرف وإنما الوزن المعتبر يعني الذي يؤخذ به في المنع ثلاثة أنواع يعني ثلاثة أنواع نمنع من خلالها العلم من الصرف إذا كان بوزن الفعل ما هي أولا الوزن الخاص بالأفعال وهذا يقول كيف تقصد يعني هناك أوزان خاصة بالأسماء لا تأتي الأفعال فيها وهناك أوزان خاصة بالأفعال لا تأتي الأسماء فيها فإن كان الوزن خاصا بالأفعال وأتى الاسم فيه هذا يمنع من الصرف تعال إلى مثال نال الجائزة ضوري بو وحاجة يقول يعني أنت تقصد الفعل ضرب المبني للمجهول لو أنني أسميت به أطلقته علما على أحد أقول له نعم فهذا الوزن وهو وزن المبني للمجهول خاص بالأفعال فلو سمي به شخص منع من الصرف لأنه علم على وزن الفعل الخاص بالأفعال طيب لو قلت سلمت على كرم هكذا كرم كرم الله إذا كلمة كرم كرمتك إذا كرم هذا فعل فلو أنا نقلته من الفعلية واستعملته في الأعلام فهذا وزن خاص بالأفعال وليس بالأسماء من هنا يمنع من الصرف فلما تقول سلمت على فتكون على حرف الجر وكرم تكون هنا نعم مجرور بعلى علم جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف أخذت انطلق من يده يعني لو أننا استعملنا الفعل انطلق علما فيكون كذلك ممنوع من الصرف لأن هذا من الأوزان الخاصة بالأفعال نستنتج من هذا أبنائي أن هذا العلم الذي لا يوجد في غيره إلا نادرا مثل ما كان على وزن هكذا فعل بالميناء المجهول وفعل ها المضاعف العين وانفعل إذن عرفنا أن هناك أوزانا خاصة بالأفعال لا تأتي فيها الأسماء إلا نادرا كما رأينا وزن فعل المبني المجهول وزن فعل مضاعف العين وزن انفعل هذه خاصة بالأفعال فإن تقلت أو استعملت في الأسماء أو الأعلام كانت ممنوعة من الصرف الوزن الغالب في الفعل وهذا له نوعان مثال ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتابة بقوة يحيى هذا على وزن الفعل وهو مبدوء بحرف كما ترون يدل على معنى في الأفعال ولا يدل على معنى في الأسماء فالفعل الذي يبدأ بالياء يدل على الغيبة كما أقول مثلا يفهم محمد يفهم من الذي يفهم هو فهذا يدل على الغيبة فلياء دل على الغيبة في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فأحمد هنا هذا علم على وزن الفعل وإذا كان الفعل مبدوءا بالهمزة فالهمزة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على ذلك المعنى في الإسم كما أقول أحمد ربي على نعمته أحمد ربي فالهمزة هنا تدل على التكلم هذا إثمد إثمد على وزن إفعل هكذا وهذا إصبع على وزن نعم نقول مثلا إصبع على وزن اكتب سلمت على إصبع إفهم إذن كأن هذه الأوزان وإن كانت في أسماء إلا أنها مما انتشر أو اشتهر في الأفعال أو كثر في الأفعال نستنتج من هذا إذا كان الاسم مبدوءا بزيادة لها معنى في الأفعال دون الأسماء كما قلنا في أحمد ويحيا كما لو بدأ الاسم بالهمزة أو الياء كأحمد ويحيا فالهمزة في الفعل تدل على التكلم والياء تدل على الغيبة إذن هكذا بدأ الاسم بحرف لو بدأ به الفعل دل على معنى هذا المعنى يتحقق في الأفعال ولا يتحقق في الأسماء وهذا أدعى على منعه من الصرف ولا يدل الاسم المبدوء بالهمزة أو الياء على هذين المعنين في الأسماء لذا يمنع من الصرف إذا كثر هذا الوزن في الأفعال دون الأسماء كما قلنا في إفعل وإفعل وإفعل هذه في الغالب تكون في الأفعال أغلب منها في الأسماء لذلك تمنع من الصرف كما قلنا في إثمد وفي أصبع وما إلى ذلك وزن ليس مختصا بالفعل ولا غالب فيه يعني هناك وزن ليس من الأوزان الخاصة بالأفعال ولا الخاص بها ولا الغالب عليها مثال ذلك لو أنني قلت مثلا في كلمة ضرب لما أقول ضرب 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 مثل شجر وبقر وحجر يعني موجودة هكذا في الأسماء إذن هكذا لما نقول هذا فعل على وزن فعل فلو أنني أسميت واحدا أسميته ضرب إذن يصرف أم يمنع أقول لك يصرف لماذا هذا وزن فعل ضرب هذا وزن فعل أقول ولكن ليس خاصا بالأفعال وليس غالبا في الأفعال ولكن هذا على سواء بين الأفعال وبين الأسماء لذلك يصرف لأنه ليس من خواص الفعل وليس مبدوءا بحرف يدل على معنى في الأفعال دون الأسماء من هنا يصرف ولا يمنع فأقول هذا ضرب يقف كالأسد فتكون هنا فعل مرفوع على ما ترفع الضم معذرة هذا مبتدأ وضرب هذا خبر هذا مبتدأ وضرب خبر والخبر هنا يكون مرفوعا وعلى ما ترفع الضم مع التنوين مع أنه على وزن فعل إلا أنه مصرف قطفت ثمرا من شجر طيب ثمر هذا دليل على أن كلمة ثمر مثل كلمة ضرب وكلمة شجر مثل كلمة يعني هي على وزن الفعل أم ليست على وزن الفعل ولكنها تصرف لأنها ليست كما قلنا نعم في وزن خاص بالأفعال تستنتج من هذا إذا كان الاسم على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال فإنه يصرف ولا يمنع من الصرف يقول ابن مالك في هذا كذاك ذو وزن يخص الفعل كلمة كذاك يكررها ابن مالك حتى يلحق الحظ هذا بما سبق كذاك في المنع من الصرف يعني مثل ذلك الذي قلناه في المنع من الصرف ذو وزن يخص الفعل يعني إذا كان الاسم على وزن من الأوزان الخاصة بالأفعال أو الغالبة فيها كما بيّن لي أحمد ويعلى كما قال يعلى مثل يحيا مفهوم ذلك البيت يمنع الاسم من الصرف إذا كان علماً على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه كأحمد ويعلى العالمية وألف الإلحق هذه أيضاً من الأسباب التي تمنع من الصرف العالمية وألف الإلحق ما المراد بألف الإلحق نراه من خلال الأمثلة سلمت على أرطى كلمة أرطى هنا هذا نوع من النبت سلمت على أرطى لو أنني أطلقته على واحد كلمة أرطى هكذا هي فيها علم يعني كونه انتقل من اسم النبت إلى علم على إنسان فصار علماً وكلمة أرطى فيها ألف والألف هنا نسميها ألف الإلحق طيب لماذا ألف الإلحق هنا تجعل الكلمة ممنوع من الصرف وما معنى كلمة ألف الإلحق ألف الإلحق هذه ألف نلحقها بالكلمة حتى تكون مشابهة لكلمة أخرى فتأخذ حكمها ونظامها طيب كلمة أرطى هنا الآن صارت علماً على رجل أنا أسلم عليه سلمت على أرطى الفائز إذن تكون ممنوعة من الصرف طيب لماذا؟ نقول لأن ألف الإلحق التي في كلمة أرطى تشبه ألف التأنيث المقصورة يعني كلمة حبلة حبلة ممنوعة من الصرف هل تستطيع أن تلحق بها تاء التأنيث فتقول حبلة أقول لك لا كذلك في أرطى لا تقول أرطاها فشابهت أرطى حبلة إذن ألفها هنا في ألف الإلحق أشبهت ألف التأنيث فمنعت كذلك من الصرف إذن ما كان علماً وفيه ألف الإلحق منع من الصرف إلحاقاً بألف الإلحاق بألف التأنيث نال علق كما قلنا في أرطى نقول في علق نال فعل ماضي وعلق هذا فعل مرفوع عن طفع ضم مقدرة وهو ممنوع من الصرف للعالمية وألف الإلحق طيب ما رأيك لما أقول نبات علق كثير أو شجر أرطى كثير إذن هكذا لا يكون علماً لا يسمى به أحد إذن نال علق فرصة أخرى أنا أتحدث عن شخص إذن هكذا يكون ممنوعاً أما إذا كان لفظ النكر فهو يصرف ولا يمنع من الصرف أحرز علباء هدف المباراة علباء هكذا نفس الكلام كما قلنا في زكرياء قبل ذلك إذن هنا ألف التأنيث نعم الممدودة هنا فيه ألف الإلحق وألف إلحق أبناء هنا كما كانت في المقصورة تكون كذلك في الممدودة وكما ألحقنا الألف في الإلحق بألف التأنيث المقصورة نلحقها كذلك في الممدودة فتمنع كذلك من الصرف والإلحاق كما بيّنت أنك تأتي بالألف وتلحقها بكلمة حتى تصير بوزن كلمة أخرى لتأخذ تصريفها ونظامها وحكمها نستنتج من هذا الكلام إذا كان الاسم علما وكانت ألف الإلحق مقصورة منع العلم من الصرف والسبب في منع المختوم بألف الإلحق المقصورة هو شبه هذه الألف بألف التأنيث المقصورة في عدم قبول التأنيث فإذا كانت الكلمة ناكرة صرفت وذلك لعدم شبهها بألف التأنيث المقصورة في حالة التنكير كما قلت في علقة وفي أرطة لو كانت في النكرات فهي مصروفة وإذا كان ألف إلحاق ممدودة فإنها تصرف سواء كانت في علم أو في غير علم يعني علما أو نكرة لسماعها مصروفة يقول ابن مالك وما يصير علما منذ ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف يعني ما كان مختوما بألف الإلحاق المقصورة هذا الذي يمنع من الصرف مفهوم البيت يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما بآخره ألف مقصورة للإلحاق العالمية العالمية والعدل طيب العالمية أبناء قلنا كونه علما ولكن ما معنى العدل قلنا هذا العدل قبل ذلك وورد ذكره لما تحدثنا عن الوصفية والعدل وقلنا إن كلمة العدل مرد بها التبديل والتغيير فهل هي هنا مع العالمية كما كانت نعم هي بنفس المعنى وإن كانت ليس بنفس الشكل الذي كان معنا قبل ذلك العدل معناه التغيير والتبديل مثال ذلك أبناء أعز الله الإسلام بعمر رضي الله عنه عمر هنا علم نعم وفيه عدل نعم لأنه معدول عن عامر إذا ما كان على وزن فعل هكذا معدول عن فاعل كما نقول في كلمة عمر ممنوعة من الصرف العالمية والعدل اتخذ الكفار هبل يعبدونه من دون الله كذلك هبل على وزن فعل وهو أيضا عالمية وعدل جاء النساء جمع انتبه نحن قلنا قبل ذلك عمر فعل وهنا جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع ومررت بالنساء جمع فهنا كلمة جمع ممنوعة من الصرف لماذا لماذا منع الجمع هنا هذا نوع غير عمر قلنا عمر عالمية وعدل عن عامر لكن كلمة جمع هنا أين العالمية فيها هل كلمة جمع هنا من الأعلام طيب أين العدل فيها إذن أنا أبحث هنا في كلمة جمع عن أمرين عن العالمية أقول لك كلمة جمع في الأصل جمع هن لأنها مضافة إلى محذوف طب المضاف معرفة أم ليس معرفة المضاف معرفة إذن أصبحت كلمة جمع هنا معرفة دون أداة ظاهرة فأشبهت العلم ولذلك هنا كلمة جمع ليست علما ولكن شبيهة بالعلم وليست علما طيب هذا شأن العلمية فيها إذن عرفنا كيف كانت جمع هنا شبيهة بالعلمية نقول لأنها معرفة بلفظها دون لفظ آخر وهي مضافة مقدرة فأشبهت العلم في تعريفه بنفسه دون أداة ظاهرة إذا كان الأمر كذلك في شبه العلمية طيب فكيف بالعدل الأصل فيها أن كلمة جمع هنا مفردها جمعاء وجمعاء حقها تجمع على جمعوات تجمع على جمعوات إذن عدلنا بها من جمعوات إلى جمع إذن من هذا عرفنا كيف تحققت فيها شبه العلمية وكذلك العدل جاء المسافر يوم الجمعة سحر كلمة سحر هنا كذلك نقول هنا ممنوعة من الصرف أقول لك نعم طيب هل هي علم؟ أقول لك شبه عالمية واحد أقول كيف شبه عالمية؟ طيب هل العالمية أو شبه العالمية كافية للمنع من الصرف؟ أقول لك لابد أن يكون معها أمر آخر طيب وما الأمر هنا؟ أقول لك هي شبه عالمية وفيها كذلك عدل طيب حقق لي وبين لي كيف تحقق في كلمة سحر هنا شبه العالمية وكيف تحقق فيها العدل أقول لك كلمة سحر هنا دلت على معين أم لم تدل على معين؟ انظر إلى المثال جاء المسافر يوم الجمعة سحر يعني سحر يوم الجمعة يعني دلت على معين إذن أصبحت هنا معرفة أم ليست معرفة؟ نعم معرفة لأنها دلت على معين طيب هل فيها أداة ظاهرة تعرفها؟ أقول لك لا من هنا أجبهت العلم أجبهت العلم لأنها دلت على معين كما يدل العلم على المعين دون أداة ظاهرة إذن هذا شبه العالمي طيب كيف فيها العدل؟ أقول لك لما أردنا أن تكون هذه الكلمة دل على معين كان الأصل فيها أن تعرف بأل أو تضاف أن نقول السحر أو سحر كذا نأتي بعدها مضاف لكننا عدلنا عن التعريف بأل أو غيره إلى ذكرها بدون ألف واللام إذن تحقق فيها أمران نعم شبه العلمية والعدل لكن انتبه شرط كلمة سحر حتى تمنع من الصرف أن لا يكون فيها ألف والام ولا يكون بعدها إضافة وأن تدل على معين فإن افتقدت شرطا من هذه الشروط صورفت طيب إذن عرفنا لماذا سحر هنا منعت من الصرف؟ ها لشبه العالميتي والعدل انظر إلى قولي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوطن انظر نجيناهم بسحر فهل كلمة سحر هنا تدل على معين؟ هو سحر سحر ليلة من تلك الليالي كلمة سحر هنا معين أم لا؟ ليست معين إذن هنا ليست علما وليس فيها عدل من هنا صرفت ولم تمنع من الصرف فنجيناهم بسحر إذن هنا مصروفة وليست ممنوعة من الصرف لو قلت السحر من أفضل أوقات المذاكرة أو من أفضل أوقات العبادة إذن في هذه الحالة السحر معرفة بالألف والله ونحن قلنا شرط أن تمنع من الصرف ألا تكون فيها الألف والله الاستنتاج لهذا الكلام الذي قلناه يمنع العلم من الصرف للعالمية أو لشبه العلمية والعدل فيه ما كان على وزن فعل من ألفاظ التوكيد كما في جمع وكتع وبصع طبعا كتع وبصع ليست ألفاظا مستعملة الآن ولكن نفس ما قلناه في كلمة جمع ينطبق على كلمة كتع وبصع لأنها بنفس المعنى مما يدل على ألفاظ الإحاطة والشمول في التوكيد المعنوي وهذا درسناه من قبل فشبه العلمية في كونها معرفة بإضافة مقدرة والأصل فيها جمعهن فهي معرفة دون أن يكون في اللفظ ما يعرفه فصارت كالعلم والعدل لكونها في المفرد على وزن فعلاء وحق وزن فعلاء هذا أن يجمع على فعلوات يعني نقول جمعوات فعضل به من فعلوات يعني من جمعوات إلى فعل وهو جمع اللفظ الثاني كما قلنا صحر ويمنع بشروط أن يقصد به صحر يوم بعينه كما بينا في المثال أن يستعمل ظرفا يعني أن يدل على الزمنية أن يجرد من أل والإضافة طيب هذه شروطه إن توافرت منع من الصرف فالعدل فيه لأنه لما أريد به معينا كان حقه التعريف فيقال الصحر فعدل عن اللفظ بأل إلى صحر بدون أل إن كان لفظ صحر غير ظرف كأن يكون اسما للوقت كما قلنا الصحر أفضل أوقات العبادة وجب تعريفه أو إضافته وبهذا يجب صرفه ولا يمنع يقول ابن مالك والعالم أمنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد فعل التوكيد التي قلناها قبل ذلك وهي جمع وكتع وبصع أو كثعل ثعل كما قلنا في عمر وزفر وهبل المعدولة عن عامر والعدل والتعريف مانع صحر يعني كما رأينا في كلمة صحر وشروط منعها من الصرف إذا به التعيين قصدا يعتبر يعني وضح أنه إذا كان دلا على معين وفي هذا ما نسميه بشبه العالمية وبعدها العدل مفهوم البيتين يمنع من الصرف ما جاء على وزن فعل في التوكيد ويمنع كذلك فعل علما كما قلناه في عمر كذلك يمنع لفظ صحر إذا دل على يوم بعينه دون أل أو إضافة ما كان على وزن فعال علما لمؤنث ما كان على وزن فعال علما على مؤنث يمنع كذلك من الصرف كيف ذلك؟ مثاله حذامي ورقاشي وباري ذفاري هذه ممنوعة كذلك لماذا نقول هنا للعالمية والعدل لأنها معدولة عن حذامي وراقشة ووابرة وذفاري وهناك رأياني في تميم والحجازيين أو لغات عند التميميين والحجازيين فالبعض يبنيها والبعض يمنعها من الصرف للعرب فيه مذهبان مذهب بني تميم وإعرابه إعراب ما لا ينصرف للعالمية والعدل كما قلنا فيما كان على وزن فعال هذا وعليه ورد قول الفرسدق وهو من تميم ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوارو فكلمة نوار هنا ممنوعة من الصرف على لغة تميم إذن استعملوها على وزن فعال وهي ممنوعة من الصرف نلاحظ أن نوار في قول الفرسدق لم تنون فهي ممنوعة من الصرف وهذا على لغة تميم لأن الفرسدق تميمي مذهب الحجازيين بنائه على الكسر يعني ما كان على هذا الشكل يبنى على الكسر مما كان على وزن فعال فنقول جاءت حذامي ورأيت حذامي وسلمت على حذامي بالطبع هنا ترى أن جاءت حذامي لو أنني قلت فيها في رأي التميميين سأقول جاءت حذام ورأيت حذاما وسلمت على حذاما هكذا لأنها ستكون ممنوعة من الصرف لكن الحجازيون جعلوها مبنية تلزم الكسر في كل الحالات سواء كان في حالة الرفع أو النصب أو الجر فنقول جاءت حذامي على أنها مرفوعة نعم وضمة مقدرة للبناء على الكسر وكذلك في حذامي هي منصوبة ومنعا زهور النصب البناء على الكسر وكذلك في حذامي مجرورة وعلى مجرها نقول هنا الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف في أصلها كما كان عند التميميين ولكن بنيت هنا على الكسر وعلى ذلك أبنائي جاءت أقوال الشعراء إذا قالت حذامي هكذا إذن مبنية فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي إذن هنا كذلك ها على البناء أتاركة تدل لها قطامي وضنا بالتحية والسلام فكلمة قطامي وحذامي هنا مبنية على الكسر خبريني رقاشي لا تكذبيني رقاش هنا كذلك مبنية على الكسر أهان لها الطعام فلم تضعه غداة الروعي إذا أزمت أزامي فأزامي هنا كذلك مبنية على الكسر وهذا شاهد كما قلنا للحجازيين نلاحظ أن حذامي وقطامي ورقاشي وأزامي في الأبيات السابقة مبنية كلها على الكسر يقول ابن مالك وابن على الكسر فعال عالما مؤنثا وهو نظير جشم يعني في معاملته معاملة الممنوع من الصرف عند تميم هذا رأي التميميين مفهوم ذلك البيت أبنائي من المعدول ما كان على وزن فعال عالما لمؤنث يبنى على الكسر عند الحجازيين ويمنع من الصرف عند التميميين كما منع جشم من الصرف للعالمية والعدل إلى هنا أبنائي وبناتي تنتهي حلقتنا اليوم سعدت بكم أدعو لكم بكل الخير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر